وكذلك ما ورد في كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم أو الشرح صحيح مسلم للقاضي عياض للإمام موسى بن عياض المتوفى 544 من الهجرة انظروا ماذا يقول هذا الرجل التفتوا جيدا أنا أريد أن أبين بأن هذا الرأي الذي ذهب إليه ابن تيمية وهؤلاء بعض من يدعي منهم العلم ويخرجون ويقولون هذا رأي أهل السنة والجماعة وأن الشيخ ابن تيمية هو أهل السنة والجماعة وأن أتباع محمد بن عبد الوهاب هم أهل السنة والجماعة هذا ليس له واقع واقعا هذا يجانب الأمانة العلمية انظر ماذا يقول قال القاضي التفتوا جيدا قال القاضي لا خلافة بين المسلمين قاطبة بين المسلمين قاطبة محدثهم وفقيههم ومتكلمهم ومقلدهم ونظارهم لا فرقة بين المجتهدي والمقلدي والفقيهي والمتكلمي واحدة أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله أأمنتم من في السماء أنها ليست على ظاهرها لأن هذه تفيد ماذا تفيد الجهة تفيد المكان يقول أن الظواهر الواردة بذكر الله يعني أن الله أين في السماء هذا سواء في ظرفية أو في بمعنى على في النتيجة له مكان وأنها أما من قال يقول والمسألة بالجملة إلى أن يقول حتى لا أطيل على المشاهد الكريم يقول ثم يسامح بعضهم منه؟ هؤلاء الذين أشرنا إليهم قالوا بلا تكهيف أو جسم لا كالأجساء فتحوا بابا وحاولوا سدهم ثم يسامح بعضهم في فصل منه بالكلام في إثبات جهة تخصه تبارك وتعالى يعني جهة العلو نعم أو يشار إليه بحيز يحاذي واضح بعد يا نظرية هذه نظرية ابن تيمية وإلا هي مو كلام ابن تيمية لأنه هذا متقدم على ابن تيمية يريد أن يشار إلى نفس النظرية التي تبنىها ابن تيمية يقول أو يشار إليه بحيز يحاذي التفت إلى الجملة التي يقول وهذا العالم هذا الإمام اللي هو من أئمة أهل السنة والجماعة وهل بين التكييف من فرق هذا عين التكييف نعم هذا عين التكييف أو بين التحديد في الذات والجهات بون أبدا أبدا تحديد إذن هذا أيضا علم آخر من أعلام هؤلاء ترجمة نانسي قنقر